سلام عليكم حبيباتي مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفتي المقادير اللي نسحقهها للوصفة لنهار اليوم هي كل اتي هنا عندي زوج حبة بيض يعني بدرجة حرارة الغرفة رح نحط علي 70 غرام سكر عادي رح نحاول نعطي لكم المقدار من غرفة للي ما عندهاش الميزان هنا عندي ملعقة أولى من ملعق الأكل ثانية ملعقة ثانية ثالثة كما ركنش تلاحظوا هذا واش بقالي يعني حوالي ثلث ملعق ونصف السكر 70 غرام يعني ما يعادل ثلاث ملعق ونصف السكر نزيد عليها قرصة ملح نضرب بالخلاط اليدوي حتى يبيض معانا الخالط بعد ما ضربت ملح الخالط يعني تلاحظوا انه الحجم تضارف نوع الماء وتبدل اللون تعوه هنا عندي قشور الليمون جابس وملحي تقدروا تعوضوه بلافاني هنا عندي 100 مليلتر زيت كذلك نحاول نعطيكم المقدار بالمغرفة 1 2 3 4 5 6 7 7 7 مغرفة زيت نخلط الملح ونضيف عليك 200 مليلتر حليب عادي نخلط نحرك ونفرق الحليب مرة نخلوه على الجه ونحضر الفارينة هنا كما أخذت لكم نضعوا هذا الخالط على الجه ونحكموا الفارينة هنا عندي 180 جرام فارينة سوف نعطيكم مقدار بالكاس هنا عندي الكاس الأول يعني كاسين إلى ربع حتي ما كنت لاحظو الكاس الثاني عندي كاس الأول معمر وكاس الثاني إلى ربع يعني 180 جرام فارينة وعندي زلج مغرفة كبار كاكاو نضيفهم عليه هنا هاد الكاكاو يعني بني تتمشي أسود يعني الأسود هادة كمليه نختار البني أحسن تدو قتاعه رائع نضيفه ونزيد عليه كميلة الحلوة وهي 16 جرام يعني 11 ونص أولي 11 ونص أمنع المشاعر نضيفه نضيفه هادة المطرونات نحصلوا على هادة النتيجة اذا كانوا لاحظوا ان الكوكاو بتاعكم مدلكمش هذا اللون يعني يزيدوا حوالي نصف مغرفة هنا راح نغرب له هاد المكونات ونضيفهم للخليط بتاعنا نضيف هذا الجوز يعني نحرك هاد الجوز اولا ونضيف وشة فائلة من الفائنة نخلط مليح تحصلوا على فائلة يكون متجانس ما يكون جاري وما يكون خفيف هنفرغوا في صينية هاد السينية لازم تكون يعني بطول 38 على 32 سنتين ها هي الصينية التاعي كما اخدت لكم 30 على 32 سنتين راح نفرغ يعني سجمت كامل يعني فورت استقتال الاطراف بالخليط لانه البطول 30 على 32 سنتين بعد ما سجمت كامل خليط استاعي هادا نحن نحطه في فور هادا ونتأكدو من انه طعب كامل ونخرجه هنه يعني كما كنت لخدو راني نحيط جنواز تاعي اي طابت تأكد من انها طابت باستعمال العود الخشبي وللموس هنه ها هو السمكتاها قوامتاها ما تكون اخشينة ما تكون ارقيقة راح نقطعها دوائر هنه نستعمل هادا الكاس ولا هادا الطابع انا عندي هادا طابع كبير ما حبيتش نستعمله ولا طابع هيدا كما حبيته نعجب اني هادا السمك راح نقطع بهادا الكاس نقطع راح ننحي راح ننحي الوتاعي من هادا السنية جي نوسعي من هادا السنية اولا اذا كما اخذت لكم راح نطبع كامل دوائر من الافضل تخلوها تبرد ملاح انا ما خليتهاش تبرد بصراحة ما خليتهاش تبرد دواء نوري لكم كفش ننحيها راح نتبع اولا هادو الى كان محبوش يتنحى معاكم راح نستعمل هادا هكذا راح ننحيها بهادا بش يعني تنحى معانا بسهولة اولا بالنسبة الى هاد الاطراف راح ننحيهم صدقوني لاجنواز جيت يعني ما شاء الله تشوفوش هال رفيفة قطرية راح نحطها بش هنا نحن نكمل كامل العملية ونرجع معكم احنا حكمت الحبات السواعي راح نشربهم بالحليب ولا الشربات انا نفضل الحليب لانه الشربات يعني حلوة بزاف فيها السكر انا خالدة الساعي هاد لاجينواز يعني ضقتها ستقوني جد يعني اروع شها الخفيفة وفي الحلاوة جد هيلة خصوصا راح نزيد لها كريمة الشانطية من الفوق بالتالي يعني تكفي يعني ما احبتش الحلوة بزاف راح نشربها بالحليب احنا بعد مشربتها راح نضيلها كريمة الشانطية من الفوق نخلي فارغ نحاولو نديرو يعني لطريقة يعني متساوية يعني متشي جيها طلعو جيها هاتا الكريمة الشانطية ملاحظة برض لازم جيكم يعني يابسة متجيكمش يعني خفيفة احنا في هاد الفتوحات راح نحط عليها مربة ماني شرح ندير كامل مربة لانه اولادي ما يحبوش المربة بالتالي ما نحشيها مش كامل بالمربة نكتفي بهذا القدر والباقي راح نكملهم كريمة الشانطية احنا عندي هادوك الزوائد كنت رحيتهم وجوزتهم هكدا فالباقي باش يجوني على قوام واحد راح نعمر كامل هاد الحبتاعي يعني مخبيها بها هاد الفتافيت اللي كنت رحيتهم هاد القدر الحواشي نرفض وحدها هكدا ونحاول نغلقها كامل بهاد نحاول نطلقها بيدنا سيبق سقط لكم كلمة الشانطية يجب عليكم يبس نحاول نطلقها بها الطريقة راح نكمل كامل هاد العملية ونرجع لكم ها هو الشكل النهائي اللي اتحصلت عليه بعد ما زينتها كامل اغطيتها بذوكل فتافيت وزينتها شي طريا شوية سكر دلاس من الفوق يعني حلوة طريا ما شاء الله وشبع يعني يتولم يعني يكامل القاعدات تقدروا تحطوها مع العسر ولا مع الشاي ولا مع الحليب راح نفتح واحدة قدامكم باش تشوفوا يعني الطروة شحال طريا يعني شوفوا والكريمة هادي بالنسبة اللي قدرت فيها الكريمة تشنتي وحدها وكيما شفتوا معايا كين واندرت معها المربع خرجت كذلك روعة وما جيتش حلوة بثاف لانو الحلوة التاعي مدرتهاش حلوة صدقوني درجة الحلاوة التاعات جت هيلة يعني جت مناسبة جدا انتمنى انو تعجبكم هاد الوصفة وتكونوا استفدتوا من هاد الفيديو والمزيد من وصفاتي اضعتوا على زر جرس هكدا باش يلحقكم كل جديد من وصفاتي وإلى اللقاء الى وصفة أخرى ان شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة